القيلية ينضم علينا خالد بدير مراسل الغد خالد كيف تبدو الصورة لديك نعم يعني الصورة هي واحدة من الجمع الأسبوعية التي يواصل الفلسطينيون بتأكيد الحجد لها ضمن فعاليات المقاومة للاستيطان في منطقة كفر قدوم حيث تلتهم مستوطنة كودوميم التي تقع في الخلف وتغلق الطريق هنا منذ العام 2002 منذ الانتفاضة الثانية التهمت كافة الأرض هنا حقيقة في البلدة المصار التوسعي لمنطقة لمنطقة الاستيطان تأتي على المخطط الهيكل للبلد وبالتالي هنا طموح الفلسطيني معلقة في الجهة الشرقية أيضا في الجهة الجنوبية هناك عملية تجريف تقوم بها جرفات الاحتلال الإسرائيلي توسعة أيضا مناطق زراعية لخدمة للاستيطان وبالتالي الدعوة تستمر كتأكيد على الحق النضال الشعبي الفلسطيني السن أمام عن جهية الاحتلال الذي يواجه مثل هذه المسيرات طبعا في القمع وكذلك أيضا في عملية إطلاق الرصاص الفلسطيني الآن يؤكد من خلال هذه المسيرات بأنه لا تنازل عن الحق الفلسطيني مهما كانت طبعا مخرجات الانتخابات الإسرائيلية سواء كانت في الوسط أو في اليسار أو في اليمين المتطرف هناك على الأرض صراع فلسطيني يستمر بانتزاع كافة الحقوق الفلسطينية التي طبعا لا يمكن إقرارها فلسطينيا إذ تستمر المعارك القانونية في القضاء الإسرائيل وكذلك أيضا يستمر زحف المتضامنين الأجانب هنا إلى كفر قدوم لمعاينة طبعا طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية ليس فقط على صعيد الاستيلاء على الأراضي حتى في المواجهات عملية استهداف المنازل الآمنة السلطان الفلسطينيين وكذلك أيضا الأطفال هناك طفل لازال يقبع في الغيبوبة في مستشفيات الداخل الفلسطين نتيجة إصابته في رصاصه وهو يلعب في ساحة منزله أكثر من مئة شضية حتكت دماغه بصورة كاملة وبالتالي هذه أكثر من مشهد لمواجهات أسبوعية تشهدها منطقة كفر قدوم شرق قلقيلية خالد بدير مراسل الغد في قلقيلية شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة